هل سياسة الاستراد ان احنا مثلا في الرز هنجيب رز هندي الموضوع ده مايقصرش شوية على الازمة مايحل شوية من الامور لا ده حل مش منطقي ان انا روح اجيب رز من الهند وانا عند اكتفاق ذات من الرز دي خيابة بالبلد كده انا لازم اتصرف لازم اشوف حل لازم بقى بص يطلع حد بقولك يبقى ايه يبقى مجنون انا نفسي يجي وزير مجنون او وزير مختل عقليا ويحسوا ان هيتجنن عليهم يخافوا الناس دي اذا ما شافتش العين الحمرة مش هتبش معك كويس انا عارف الناس دي بتعمل ايه بدليق هقولك على حاجة في واحد من التجار الامناء وانا بقى اكرر لحضرتك من التجار الامناء انبارح حصلت عنده تقنية مشاكل تقنية كده ما دبعش لحوم سدنية خيالي مجرد ما وقف الراجل ده واحد من اللي بيقوده السوق في اللحمة مجرد ما وقف اليوم ده اللحمة نطف عشرين جنيه واحد بس وقف واحد محترم الحقيقة تاجر امين مجرد ما وقف يوم واحد اللي هو بتاع انبارح ده حصلت مشكلة في المجزر حاجة زي كده وقف يوم واحد تمام الاخرين التجار زملائه الاخرين اتفقوا لي علوا السعر علوا السعر عشرين جنيه اخصملك بالله هذا ما جرى والله العظيم انبارح وطبعا اللي بيزيد مش بيقل لا هو اللي بيشتغل النهار ده نزل لسعره نزل اه نزل عشرين جنيه نزل اه طبعا نزل بنفس السعر بيشتغل به هو تاجر محترم ما وفيه تاجر يقولك ايه انا بحدد هابش الربح بتاعي قولك على حاجة عندنا تاجر اسم ابو ميدو صحبي ابو ميدو ده بيعمل ايه فقره روح تشتري منه لبا النسلة او اه لبا انه خلاص انا ما ملش اعلانات ولا حاجة تمام اللي هو المجفف ده فلقيته بيدهوني بسعر رخيص انا لقيته قبل كده غالي لقيته غالي رخيص عشر جنيه اه فبقوله ايه ابو ميدو هلا سوة محمود انا بجيب السلعة حطها في المغزر عندي بحط لها هابش يخلص الستوك كده بنفس السعر القديم اجي لما يجي السعر الجديد على فكرة السعر الجديد جاي وفعلا زيادة عشر جنيه بس انت عايز من الجديد استدنا بكر قلتون طب ده في حاجة لا في مدة صلاحية ثلاث شهور او اربع شهور لكن الباقي بيعمل ايه بقى بيزود عشر جنيه بيسعر على طول على السعر الجديد من اللي هو جايبه بقى له فترة بص مجرد ما يزيد السعر في اي حتة يروح يزود القديم يعني اللي عنده في المخازن يزوده يعني انا دلوقت اهو في ناس يوم الدولار اتعاوم اول مرة بعد الساعتاشر كان في الساعتاشر فاكرة التعويب بتاعت الساعتاشر دي والله في ناس كان عندهم حاجات في المخازن التعويب حصل مثلا الساعة ستة ستة وخمسة الحاجات بتاعتهم بزد الدعف دي حقيقة فعلا طيب عايزين الى جانب دور الدولة المواطن اكيد لي دور وعايزين نتكلم على وعي المواطن ازاي يكون عنده وعي كافي يتحرك ازاي والله ما حد بيساعدنا عشان كنت صريح معاكي ما حدش بيساعدنا في حملة المقاطعة دي الا الاخوة الاقباط حبيبي بيريحوني عشان الصيام ولا عشان متضمنين طول السنة تمام يعني انا عندي منفس في الفجانة تابعة للجمعية احنا بقى يحبب نقفله لانه المنطقة كلها يعني فيها بيقتنها بعض الاصدقاء المسيحيين او بعض المقاطعة المسيحيين فانا اللي بيريحني في الحكاية دي ولذلك في مرة قالوا هنعمل حملة مقاطعة بعدما المسيحين فطرت يا ظالم عايز تعمل حملة مقاطعة بعدما الناس فطرت تباستنى الناس تهاكن حتى زينا يعني يعني من يجي نعمل مقاطعة نعملها وهما صايمين يعني فيه توقيتات معينة يتعمل فيها المقاطعة اه اه طبعا انا على فكرة فيه حملة عملناها في مرة كان فيها صيام اه جابت نتيجة لانه المسلمين على الجانب الاخر جزء منهم قاطع على الكوتا بتاعت المسيحيين اللي ما كانتش لحمة لا يعمل مشكلة في السوق يعمل دروب في السوق يعني ايه العوامل اللي تنجح حملة المقاطعة العوامل اللي تنجح حملة المقاطعة انتشارها اه على السوشيال ميديا واقتناع الناس بالحكاية واقتناعها بانها توجد بدائل الى حين انتهاء المشكلة بتاعت المقاطعة يعني مثلا احنا بنتكلم على شهر انا اول مرة اعمل مقاطعة لمدة شهر عن ايه بالزبط على اللحمة اللحوم اه والحملة على فكرة عنوانها كده خليها تنعر مش خليها تعفن لان انا مش قصد الجزار مش قصد الراجل اللي عند المحل راجل بتاع المحل ده زي بالزبط اصحاب المزارع اصحاب المزارع انا عايزة تنعر عنده تفضل تكله في العلف الغالي ده اللي هو بيشتريه غالي وتفضل تنحي الوبر وفلوس تعرف ان العجول دي بعد فترة محددة ما بتزيدش فالتجار يقولك ده بتاكل فلوس اه يعني كده بتربلها فلوس خلاص لو دبحتها دلوقتي لو دبحتها دلوقتي وبيعتيها افضل لو سبتيها اسبوع على اسبوعين كل يوم العجل بيكون لهم 150 جنيه 150 جنيه 150 جنيه ده رقم اذا ان الحملة تكون منتشرة لو انتشرت الحملة يعني بدأ يعني اصدقاء انا في وسائل اعلام وعلى السوشيال ميديا بدأ يبقى في انتشار لكن بامانة لو نجحت هذه الحملة في تقليل استهلاك اللحوم بقى اكثر من هي طبعا يعني قليلة انا اتصور انه ممكن يبقى في ردعة انتي برضو محتاجة نفسي مرة واحدة المستهلكين في مصر يعملوا زي اوروبا كده زي فرنسا وزي المانيا المانة بيقولوا حملة مقاطع انسي مفيش بيضة ده بيضطروا يرموا البيض في بعض الاحيان اللبن ما حدش يشرب لبن قلصت لانه الناس دي عندها ارادة فهمة كويس جدا انه اللي مش هيجيب له حق الحكومة الحكومة ما يجيبش حقه اللي بيجيب حقه هو نفسه المواطن نفسه لما يتحد مع زميل المواطن في مواجهة فيه اتحاد الصناعات فيه اتحاد الغرف التجارية واتحاد مش عارفه